السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بجميع متتبعين الاوفياء. اه انتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا ايضا بالمشاركة الجدود. لأول مرة كيشوفوا القناة ديالي. انتمنى تعجبكم وتنال الردة ديالكم وتستفدوا مننا وتلقوا في هادك شي اللي بغيتوا. اذا اجبتكم القناة طبعا ديروا الشراك وديروا اللايك وفعلوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسوشي البرتاش وجميع مواقع التواصل الشيماعي. الفيديو ديال اليوما الموضوع دياله هو بابي بابي بان و بابي اديسيف وحتى لاسق الجودران الفم. دخواه دي. هاد الموضوع طلبوه مني عدد كبير من المتتبعين. ورا عندي فيديو اخر كيتعلق بابي بان و بابي اديسيف. وحتى وحد الجولة كندرت لكم عد رجري ووريسكم بابي اديسيف اللي كيجي في في المطابق. وثمن دياله غادي نخلي لكم الراوابط ديال هاد جوج فيديو في صندوق الوصف اللي بغا يزيد يزيد يطالع على هاد الموضوع هادا يدخل لي لهم اه كي ما كتعرفوا معايا بان البابيبن ولا مؤخرا مطلوب بزاف لانه عنده واحد الجمالية وحتى الثمن ديالو كيكون مناسب يعني ماشي غالي وكي احتى واحد المنظر رائع الجدران وخصوصا لحسن ناس تعمل ديالو كي ما كتشوفوا معايا هنا يا وحد الحائط وخاجة في هادك الالوان يعني الخضار مع الحمار ويعني هاد الالوان هادي تقدر تقول بانها عطلع في الراس او لا تخوف منها ولكن هنا جات عطيه واحد الجمالية وما تخافش منها لان حائط واحد ولي مديور بيها جاف يعني جا عطيه واحد المنظر انيق وعطيه واحد الحياة نوسط الدر يعني دائما الوصية اللي غادي نوصيكم هي مني تجيو تديرو بابيبن وخصوصا اذا كان فيه الوان او لا الوان مغلوقة وعجبتكم حاولوا تديرو حائط ويكون حائط صغير ماشي الحائط الكبير في الدر شوفوا ادنو ايا معايا هادي ديالتخوات دي يعني جات عطيه واحد الجمالية اه كبيرة اه بالنسبة هاد الورق هادا الساق ديالو وكيتبع في بريكوما كيكون خاص به كيتخلط بالماء كيتبع في بريكوما وكيتبع في مستر اه بريكولاج تقدر تقوه واحتف بيه اه غير واحد النصيحة من الاحسان لسقوه بالكولة ديال الخشب الكولة اللي كلسقو بيها نشجارة الخشب كتبع عند دروغري ارخيصة مشي غالية كتدير عشرة دراهم كتكون بيضة من داخل ولكن اللو بو ديالة من من برا كيكون زرق رهم اروفة هاتمشوا عند دروغري غادي كتلسقو بواحد طريقة غزالة وحتى من بعد لا بغيت يتحيدو كيبقى لك الحيطب لما كيتكرفس بالنسبة هاد البابي بان اراكي شوف معايا هاد اللون هادا عجبني بزاف انا يعني جا هادا مع هاداك الاضاءة دياللي سبوت اه رمادي مفتوح يعني جا عاطي واحد عاطي واحد الجمالية رائعة اه كيما قلت لكم بانا اه بالنسبة الاشكال والانواع ديال بابي بان غادي تلقوها في بريكوما باشكال مختلفة وولا تشوفوا معايا هنايا هاد الشكل هادا رهم صور من بريكوما يعني كي عرضو لك الشكل يعني ماشي غير ملوي يعني هادا لفونتاج مني كتشيرين بريكوما يعني كي حطيناهلك بو حط طريقة انك تشوفو وكتشوف الزوق وكتشوف حتى الديقراضي دياللي يعني كيتبع معايا احتى الديقراضي بحل مخايدو طلامط اللي كنشري وكنشريو مخادة مزوقة وطلميتة سم نفس الشي يعني تسامل دياللي يعني بامكانك مسلا لابغتي في غرفة النوم تدير في الراس دياللي كاما اللي مزوق وتدير السامل في الجدار اللي انفس مأه مباشرة او لعكس حالي حسب الخسيار ديالك اه اه او لف اي مكان في المنزل بغتي تديرو يعني هادك السامل ديالو يعني اه كيما كنديرو في صباقة يعني مني كان بغو شي لون هكا كي عجبنة لون يكون مغلوق كندير وعلي هادك الحيط لعي بيجي ش مشارجي يعني هادك السامل ديالو دارو يعني هوا كاغت في نفس الوقس وفي نفس الوقس كي يخلي هادك الحيط اللي عيكون عندك مزوق معي بيجي شي لا شارج ما عي بيجي شي القضية مشارجية اه شوفوا معي هنا يا الحائط ديالت الفاز هاده هاده هو بابي بانه بتخوضي يعني جب حلي اشكال طبيعية اه كين النوع ديال تركيا يعني كيتبع عبر الانترنت اه كيدير تمن ديالو كيدير ميتين درهم رولو طول ديالو 10 مترو وفي العرض كيدر 53 سنتيمتر را كندون هاد نوع هاد رانتو ما كتعرفوه رانتو ما كتشوفو في الانترنت بالنسبة قوت لكم بالنسبة للجدر وخيكون نصبوغ يعني بجميع انواع دي السبغة را كيدر فوق منو بابي ايبان دابا هنا اللي كتشوفو معايا في الصور هادا بابي اديسيف باش تفرقوا بيناتو كما قلت لكم فيديو باش نبيلكم الفرق بين بابي ايبان وبين بابي اديسيف كيما قلت لكم بابي اديسيف مختلف على بابي بان عندو لسقف الدهر ديالو ورا كنت صورتو لكم عند هاداك السيد اللي كيبيع لسبوتو كيبيع هادا صورت ديالتو التمن ديالو تهو ماشي غالي بزاف يعني تقدر رولو ديد 100 درهام 90 درهام يعني التمن ديالو ماشي غالي بزاف كيلسق كيجي غزال في المطابق يعني مثلا الانسان اللي ما بغيش يبدل الرخام او لا يبدل بلاكارات او لا يبدل زليج راه كيجي عمالي بزاف وكيتغسل بالمال لانه مادة بلاستيكية يعني كتدر لولمون صابون ما كيوقع لولو ما غديش نقول لك انا راه يدراب لك يعني عيبقى دائم يعني دائم ولكن ها يدراب لك واحد المدة طويلة يعني يدراب لك سنوات على حسب على حسب الصيانة ديالك يعني كل مرة والخصوصية ديالة في المنزل كينا اللي كتكون كتحافظ يعني للمسائل داخل المطبخ ديالة وكتكون يدو يعني هيبقى معاك مدة طويلة وحسب الصيانة ديالو ما كيجيش غالي يعني تقدر تديرو وهو كان الشكل ديالو اللي كيجي بحر رخام تقدر تديرو في بوتاجي يعني بلوندو تخافي لتكارفصلك وما قدرتشيش أنك تبدلو الرخام كتديرو في بلوندو تخافي تقدر تديرو في هدك الزليج اللي كيكون فوق مباشرة فوق بوتاجي أو لا تزليج ديال المطبخ كامل تقدر تديرو فوق هده تولي تغلف بلاكارات يعني شي خشب طلعلك في الرأس أو لمقاش عاجبك يعني تقدر تغلب به بلاكارات شي طابلة في الكوزينة المهم هو هده بابي آدي سفره كي يجي كيلسق في جميع الأماكن يعني بدون تخوف وصالح يعني وخي تقاس بالماء يعني صالح لول ما كيما قلت لكم بأن يعني الإنسان بعد مرات ما كيبغي شي هده ما كيبغي شي ما كيبغي شي ما كيبغي شي ما كيبغي شي بعد مرات كيكون غير كاري يعني بزاف ديال الأشياء كتخلي أنه خصو بحل المسائل هدي في المنزل ديال وليتجدد له المنزل وفي نفس الوقت ما يخسرش بزاف ديالفلوس وما يتكرفض شي شوفوا معي هنا يا بابي بان تقدر ما تخدمش الحائط كامل وتهى الطريقة ركا جيمز هنا يعني تخدموه على الشكل لبانو تقدر تفى غرفة ديال الأطفال مثلا هديك الحائط اللي كيكون فيها الكيمان ديال دراري تقدر معا كل رص ديال كاما تحبط بهاك ببانو ديال بابي بان غادي جي آنيق وما غادي شي جي مشارجي وغادي يجي بحلز وقت بي يعني بحل ديكور يعني يعطي واحد النوع من الجمالية كينا شي نوع المهم كينا شي نوع أنا سمعت البنات كيلقا واتمان ديال ورخيص مثلا كتلقى رولو يعني في عشر ميتر أو لكتر وكتلقى غير بمئة درهم تسعين درهم يعني حاولوا ما أمكان تشوفوا النوعية اللي مزيانة اما هده النوعية ديال بريكو موخش وي عارفوا بعد مرات كي ما كان قولو حنا عن درخص وي نص يعني ما يزدق لكش مزيان غادي تولي دربتي تمرة بلا بلا حاجة بالنسبة للتلسق ديال يقدر لسقو لك مو صباغة تقدر تلسق الراسك يعني دبال إنسان اللي كي يبريكو وي يفضر ديال و هذا رمش شي حاجة صعيبة تقدر تلسق الراسك يكون معك الزوج ديال لك او لابن ديال لك وتتعاون عليه وتلسق و لما كان فيك ما تلسق تشوف صباغ ولا اي واحد يلسق لك كي نوع آخر اللي غادي نتدار لكم عليه اللي موجود دبا ولا بكثرة هو اللاسق الجدران بفوم ديال تشوف معايا في الصورة هاد النوعية هذا هذا حتى لك عندك شي حيط فيه الرطوبة يعني يقدر يجيك في المطبخ يقدر يجيك في وسط الدار يعني يقدر يجيك في أي مكان هالمادة اللي مسمع منا يعني بلاستيكية يعني كيت تغسيل بالمو الصابون حتى هو صالح بزاف يعني بالنسبة المنازل اللي يكون عندهم في طبق الارض يكون عندهم البرودة البرودة في الجودران شوفوا معايا هنا رجا في المطبخ يعني عمالي يعني وخي تقاس القبلي دام ولي ها دي رك تغسلو بالنسبة كما قلت لكم اللي عنده عوزاني الرطوبة يعني راه ممتاز صراح بالنسبة الرطوبة وحت الشكل ديال يجي مزيوان فيه مختلف الالوان ولكن أنا كنفضل هاد الابيض من الاحسن الابيض لا يؤلى عليه بالنسبة التمن ديال هو رخيس مشغالي يعني كينا البانو كيدير فيه 70 سنتيم على 77 أو 75 سنتيم متر كيدير بين 30 درهام حسن 40 درهام موجود في المحلات يعني موجود بكثرة ولا كيت تتعمل بكثرة ديال الأوراق الجدران اللي هي مهمة مهمة بزف صراحة منتمنى يكون عجبكم الفيديو إلا بقى عندكم شي سؤال خليه لي في الكومنتر غدا نحاول ما أمكن نجاوب على الأسئلة لحسب المعرفة ديالي واللي ديجا درته في المنزل دياله يعني تشارك تشارك تجربة دياله هذا المتتبئين يعني شنو النوع اللي استعملت وشنو النوع اللي تلع المزيان والنوع ديال القول التام الأماكن ديال شرع يعني جميع التجارب دياله تشاركوا معنا را نستفدو كامل راح نولينا أسرة واحد ما تنسونيش من لايك والاشتراك وبسلام عليكم فيديو آخر إن شاء الله بحول الله